السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت اليوم راح نركب براشر سنسور حساس ضغط مع شليوني على شبكة الماء عندي في المنزل ونشوف شو هي الفوائد اللي راح يقدم لنا اياها هذا الحساس وكيف ممكن نستفيد منه في امور اخرى ايضا الحساس الموجود معنا في هذا الفيديو مخصص لقياس الضغط لغاية 1.2 ميجا بسكال واللي هي تعادل خلينا نحكي 12 بار انا راح انصحكم في واحد افضل منه هو اصلا معمول لكافي ماشين بقيس الماء فيها وبشتغل من 5 ل 12 فولت وبمكانكم تطلبوا قياس الضغط المناسب للكم يعني في المنازل بيكون تقريبا 0.4 ميجا بسكال يعني تقريبا 4 بار وهذا راح يكون ادق في القياس معكم وهذا مصنوع من الستانيس ستيل ومقاوم للصداء فانا بفضل هذا الحساس اكتر وبتحمل درجة حرارة لغاية 105 وهذا مناسب اكتر كمان من ناحية الحرارة انا طلبت واحد جديد بقرأ من 0 ل5 عشان تكون عندي القراءات او ضحوا ادق فانا بنصحكم بهذا الحساس ورح اتركلكم رابطه في صندوق الوصف خلينا نجهز هذا الحساس للتركيب رح نفصل الاسلاك بهاي الطريقة عن الحساس ورح نضيف عليه تحويله مع وصله من ربع الى نصف انش اللي رح تساعدنا في تركيبه على محبس زاوية بقياس نصف انش وهيك صار جاهز الحساس عندي لتركيبه على المحبس اما بخصوص التوصيل مع شليوني رح يلزمنا اربع اسلاك فقط على شليوني الاحمر والاسود والاخضر والابيض شرحنا طريقة التركيب هاي بالتفصيل في فيديو حساس مستوى الماء رابطه رح يكون موجود في الاسفل هذه هي الاسلاك بعد التوصيل لو اخدنا نظرة عن قرب الاحمر مع الاحمر على الموجب الاسود والاخضر من شلي مع الاسود من الحساس على السالب وعننا الابيض مع الاصفر من الحساس هدولا بنربطهم معا اعتبروا انه هذا الحساس هو حساس الماء اللي ركبناه على الخزان في السابق نفس الطريقة تماما الامور هيك جاهزة خلينا نروح على التركيب عندي محبس زاوية للماء الساخن خلف الغسالة هذا المحبس غير مستخدم رح اضيف الحساس عليه واذا كان هذا الخيار مش متوفر عنا بيمكاننا نضيف تي قبل المحبس واضفت الحساس على التي رح اركب الحساس بهذا الشكل على المحبس وبعدها رح اكبس السلك مكانه على الحساس هيك الامور صارت جاهزة للتجربة شغلت الشيلي والحساس على محول 12 فولت مباشرة اعطاني الحساس قراءة على شيليوني 0.72 فولت خلينا نجرب هذا الموضوع عملي عشان توضح الصورة جميع الحنفيات في المنزل مغلقة حاليا والقراءة ما زالت 0.72 فولت لو فتحت الحنفية في الوسط مباشرة نزل ضغط الماء في الشبكة وصارت عندي القراءة 0.69 فولت اما اذا حولت الحنفية على الماء الساخن رح ينزل الضغط بشكل اكبر على الحساس لانه مربوط مع حنفية الماء الساخن والان القراءة صارت 0.66 فولت ولو رجعنا الحنفية للوسط رح ترجع القراءة الى 0.69 وهذا بدل على دقة الحساس في قراءة التغير في الضغط في الشبكة والان لو اغلقت الحنفية المفروض يعطي قراءة 0.72 الان رح اعمق التجرب شوي ورح اشغل مضخة تقوية الماء ونشوف كيف رح تظهر معانا القراءة على الحساس مباشرة صار عندي تغير في القراءة ووصلت الى 1.05 فولت وهذا والحنفية على الوسط واذا حولت على الماء الساخن تماما نزلت معي الى 0.96 وعند اغلاق الحنفية تكون ضغط في الشبكة وصل الى 1.18 وهاي الدقة في القراءة رغم ان الحساس مخصص لقياس الضغط لغاية 12 بار وانا عندي الضغط ما بتجاوز 2 بار فقط بمعنى لو طلبت حساس لقياس الضغط ل2 بار فقط رح يكون بامكان الحساس وشيلي يوني اكتشاف التهريب البسيط في الشبكة وارسال التنبيهات الي في الوقت المناسب بالاضافة انه بامكاني استفيد منه في اتمتل مضخة او اكتشاف التهريب في شبكة التدفئة وامور اخرى كتيره مثلا اذا تكون ضغط في قيزر الماء رح يكتشفه لانو الضغط بقيزر الماء خطر ممكن يفجر القيزر احكولي شو خطر في بالكم افكار لهذا الحساس ان شاء الله يكون اعجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب السلام عليكم